ابتداء من شهر يناير المقبل سيتم التطبيق الإلزامي للوائح سلسلة التوريد المسؤول للذهب هذا ما كشفت عنه صفي الصافي مدير إدارة مواجهة غسل أموال بوزارة الاقتصاد مشيرة إلى أن تلك اللوائح ستعزز من تجارة الذهب في دولة الإمارات السياسة تدخل حيز التنفيذ في يناير 20-23 وسيتم تدريب المنشآت المعنية وهي حاليا 28 نصفة وأيضا المدقيقين الذين سيكونون إن شاء الله مؤهلين لهذه اللائحة وسيتم تدريبهم واعتمادهم وأيضا نشر أسماءهم في موقع الخاص بلجنة سبائك أو لجنة الإمارات للتسليم الجيد للذهب تركز هذه السياسة على إجراء عناية واجبة لسلسلة التوريد الذهب المقصود بالعناية الواجبة هي توثيق مصادر الذهب وتتبع التسلسل التوريد من مصادره حتى وصوله إلى دولة الإمارات فعلى الشركات تعيين طرف ثالث للتدقيق على هذه الإجراءات وأيضا وضع إجراءات داخلية وتعيين موظف امتثال هو المسؤول عن تطبيق هذه السياسة هذه اللوائح ستعزز من تجارة الذهب في دولة الإمارات حيث أنها ستفتح مجالات أكبر لتجارة الدولية وسيعزز أيضا من مصداقية مصادر الذهب في دولة الإمارات شكرا